تربوي لكن بطريقة مغايرة صباحة اليوم سنعرض عليكم أحد التجارب الافتراضية التعليمية هي تجربة طبعا إي مدرسة والتي يتلقى من خلالها التلاميذ من مختلف الأطوار تعليمي تعليم لكن على موقع الأنترنة أو شبكة الأنترنة تتشرف بحضور اليوم سوريا قصوار وهي مديرة إي مدرسة صباح الخير صباح الخير سوريا تشكركم على الإنفيتاشن وشكرك أنت كذلك على الحضور الحديث أولا على إي مدرسة هذا المشروع فكرته في حد ذاتها خاصة أنه تحدي أنك يكون عندك موقع كيفاش ممكن أن نجلب تلاميذ بأطوار مختلفة عندما نتكلم عن الإبتدائي تحدي أنه يكون عنده موقع يتعلم من خلاله إي مدرسة هدايا إحنا يبدونا مع الأول درنا السيوام درنا الليسي علشت كان تحدي خطر ماكش ترك دجا كامل تلاميذ كاملة عندهم السمارتون عندهم تليفونة تحهم يحبوا يريفزو فيهم عندهم لتابلات وعجبهم بزاف هذا السيوام يقدروا يريفزو فيه يقدروا من الأولياء تحهم يتبعوا لريفزوين تحهم ونلاحقوا في لريفزوين تحهم لذلك إحنا بالول بدنا مجلسي وم إلى الليسي طول ثم كان هناك بليمشات وكان بزاف طلبات عليها بدنا درنا البخي مار وإن شاء الله بدنا حتى نحطي ستوى لبرمار إن شاء الله نكمله كله ونفعل في هذا الموضوع. في السنة الثالثة ربعا و الخامسة. ونفضح أنكم تبعوا البرنامج الموجود في تربوي الموجود بالضبط. تبعوا البرنامج تربوي ويجب أن يفضل هذا الكامل البرنامج يجبون بشيئة وعندما كانت 20 عام وعندما كانت ركت من الإنسpeكتور وإنسpeكتريس في الإنسpeكتور. في الإنسpeكتور. لدينا المجهود لكي يكونوا كم المعلومات نعود أن نجددها كل ما يكون جديد في البروغرام في البروغرام. حتى هذا البرنامج الجديد حديث عن كتب الجيل الثاني وغيرها تم إدراجها. سوريا نتكلم عن النقطة متعلقة. هل مدرسة التمارين الموضوع أو غيره؟ ممكن أن تجنب الإنسان يروح يدير دروس خصوصية مثلا. هل هذا هو هدفكم؟ أو ما هو هدفكم بالضبط من تكوين أي مدرسة؟ في أي مدرسة كما نقوله هنا هو مكمل يكمل الدروس الخصوصية اللي يقدر يديرهم تلاميذ مع البخوف التاع اللي لا يقرأ عنده يروح يدير عنده الكوخ. هذه تكملة يقدر يزعم رهو دخل الكوخ أو دخل إكزاما ونسى حاجة لا يقدر يعيد البخوف. عنده تليفون تاوي يقدر يبريفيه يبريفيه عندهم دي كوز يقدر يدير مع صحبه بغزامل عنده صحبه راوي يريفيزيه كيف يقدروا مام يشوفه شكون دير بلس دو كوز على الأخر شكون ما كما نقوله شكون إلا غاني بلس دو كوز أو إلى على شكل يعني تقريبا تعليمي ترفيه في نفس الوقت أنه يشعر أنه كاينة مسابقة وغيره هذا تشجعه للدراسة أمر ممتاز. الآن أين وصلتم في أما الدرسة يعني منذ تأسيسها هل شاهدتم أنه فعلا هناك تقبل ويعني رغبة من طرف التلاميذ حتى يليجوا هذا الموقع الذي تحول لتطبيق كذلك؟ شفنا رغبة كبيرة خاصة في السيد الجغيان تعنا عندنا يبعتون يقولون من تار من راسة أم بباختو يقولون يجونا بزاف لزيلاف ويقولون إحنا إحنا يدهشنا وشفنا بزاف وإشنا اللي سيكون معنا بالبعاء السيد هنا النقطة هنا مربط الفرس كما يقول هي ليست مجانية وهناك يعني يتم دفع مبالغ معينة من أجل هذه الخدمة نعم هل هي في المتناول الجميع تقريباً في المتناول المتوسط؟ نعم في المتناول خطر عندهم شهر واحد 100 ألف دينار 100 دينار 3 أشهر 200 ألفين دينار وعام بـ 500 ألف دينار يعني في الأخير العام هو يقلص يقلص باش يقدروا كامل باش تكون في المتناول الجميع وثانيك درنا حاجة مليحا سكو كوم يدرنا يونيك كل في تامنتيت درناها في تامنتيت هذه الأيكول درناها الكامل الفقراء اللي ما يقدرواش يلحقوا يديروا لغيبيزان تحموا كلش درناهم بلي تابلات بكلش بليل وسمها ذاك الأخر تعنا كوندر الممويلة تعنا درنا دي تابلات وكلش باش يقدروا بتمييري فيزيو ودرناها لهم سمع بدنا لهمش بمقابل دفع أي حاجة يعني حتى أنكم تساهموا في ما يعرف بأنه يكون هناك خدمة إنسانية في مشروعكم وهذا مهم جدا ربما اللحظوه في العديد من الشركات هل نسمي أي مدرسة اليوم نوع من نوع يعني نقدر نسميها بالياهي استخطاب يعني مثلها من مثل الشركات الناشئة اللحظوها فيه سيتون استخطاب إفكت جمع مصادة الحمد لله رهي إن شاء الله كما يقولوا حتى فيسبوك كان استخطاب وهو شركة كبيرة اليوم ما زال يسمى إن شاء الله إن شاء الله يكون عندنا نفس كما يقولوا نفس الفتر كما سأت لهم فيسبوك والأخرين لكن الحمد لله أنا جيب لأربية تكون حاجة عندها علاقة بالتربية تنموا نعملون 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 ونعملون كما يقول لك بلزدنا دنامم ديكور دستان لكاروف لإنورستي ممتاز نعملون دنا الهمات فزيكي شمي نعملون بدنا نرون منشاء الله ديسي بثتر ماكسيوم أموة يكون يكون سوريا حتى نختلف فقط معك سوريا كيف ممكن مثلاً لكلميذ وحتى طلبة الجامعات أنهم يتعرفوا على أي مدرسة يعني يعطينا الموقع بالضبط حتى يتعرفوا عليه نمك إلا يحبوا يتصلوا بنا مثل رقم الهاتف تعنا ممكن نحن على المباشر وممكن يعني مدام نحن نتحدث عن يقدروا يتصلوا بنا في 06-71-15-01-01 ووو.يمدرسة.com يقدروا يتصلوا بنا ويقدروا نعطيهم كم المعلومات ويوحوا لسيت ويقدروا يعطينا في الهاتف ممتاز سوريا قصوار مديرة إيمدرسة جزيل الشكر لك على الحضور اليوم وتوضيحات التي قدمتها عن هذا المشروع المهم خاصة أنه يمثل جانب التعليمي التربوي شكرا لكم على الاستدافة وشكرا لك كذلك على الحضور عودة إليكم مشاهدين